الموقفين أو التناقضات اللي قدامنا إن الولايات المتحدة الأمريكية تقرر إنه لا سبيل سوى حول حل الدولتين الولايات المتحدة ومع الغرب والدول العربية كمان الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن يجب يعني مراعاة البعد الإنساني وعدم التعرض للمدنيين والعالم كله بيقول كمان في نفس القصة الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم وحماس من ناحية تانية بيقولوا إنه إشارة زي ما قال موسى بمرزوق مؤخرا إنه كما لو كان إن فيه يعني فرصة لتغير موقف حماس المبدئي والاعتراف بإسرائيل في المقابل لقات نتنياهو المستمرة مش حننهي الحرب إيه الموضوع إيه بقى أه لا يعني السؤال هنا إحنا إحنا حنتعامل يعني إحنا قدام هذا الموقف كما لو كانت معادلة مغلقة ما الذي يمكن أن يضغط على الآخر لينفس طلباته إحنا بنتكلم هنا على حتة محددة وهي أنه أمريكا مصرة على أنه تتوقف المعامليات العسكرية بهذه الطريقة عند الكريسمس على الأقل أو عند نهاية العام وأنه لابد من نبحث وسيلة أخرى لتفكيك حماس إذن فيه اتفاع على هدف حماس ولكن إسرائيل لم تستطع أن تنفذ هدف تفكيك حماس أو قضاء على حماس حتى هذه اللحظة يبقى المسألة ترتبط بإيه؟ مسألة ترتبط لازم يسمعوا كلام أمريكا في هذا الفتر كون أنه فيه مغامرة بالنسبة لنتنياهو هذه قصة الأخرى احنا بتكلم على تقرير واقع بالنسبة لهذا الأمر وزي ما قلت لك أنه فيه قيادات عسكرية عليا في إسرائيل مع قيادات عليا في البنت جون بيحاولوا أنه هم يبحثوا هذه الوسيلة هنا السؤال ليس موقف الأمريكي ليس ضد ناس ضد إسرائيل لما ضد النتنياهو لأنه بالفعل زي ما قلنا أنه لأي مدى يمكن أن تكون قدرات حماس تستمر مع هذا الاستمرار في الدعم الأمريكي والمساندة الأمريكية أنت عندك كميةها أنت عندك أكتر من 200-300 طائرة عسكرية جات من قاعدة أمريكية تسيطر عليها بريطانيا في غرب أبروس جاي بالعتاد والسلح زي ما قلنا أنه في بعض القواعد السرية اللي فيها تخزين الأسلحة الأمريكية أيضا إسرائيل فيها أيضا هذه القواعد دوافع بايدن لهذه التصريحات هل هي مهاجمة إسرائيل ولا الحفاظ على إسرائيل؟ حفاظ على إسرائيل بالقطع هو شايف أن نتنياهو بينتقل بالحرب من حرب إسرائيل إلى حرب نتنياهو وبالتالي بيقولك أن الحرب دي ستتغير إذا ما قطيحها بين نتنياهو أو إذا ما على الأقل جرى تجميد نتنياهو في نفس الوقت نتنياهو بيحارب حربه الأخيرة وبيراهن بكل ما يملك على أن يعاند الموقف الأمريكي لعله يكسب في الانتخابات القادمة وفي نفس الوقت بنجد أنه لا المعارضة ولا المجتمع الإسرائيلي موافع على ما يفعله نتنياهو هي دي المعادلة الصعبة الحقيقة لكن سؤال هل فعلا من الممكن أن إسرائيل تتهزم؟ معارفش بس يعني لا أعتقد إذا كان بايدن بيقول لو لم تكن إسرائيل موجودة لا أختر عنها وأكتر من كده في الاجتماع ده قال إيه؟ أنا صهيوني رغم أن أنا مش يهودي ومش شرطي ده بايدن اللي قال على الفكرة أه بايدن نتكلم على بايدن يعني مش شرطي يكون أن الواحد يهودي عشان نبقى صهيوني إذن هل مسألة دي مهمة بالشكلة؟ بص الحقيقة من 48 لم يحدث أن إسرائيل خادت حرب على الأرض صحيح أمام؟ دي قواعد الحرب قواعد الحرب عندها وبالتالي حقيقة أنا عايزة أرجع لمقال لكاتب أردني مهم جدا في رأي اسم الدكتور أو الأستاذ فايز رشيد هو جاوب على السؤال ده طبعا بيؤكد أن إسرائيل صعب أنها تتهزم لأنه إسرائيل مش بس مشروع صهيوني لدولة إسرائيلية إنما أيضا هو مشروع استعماري استيطاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر